اهلا بحضراتكم في هذه التغطية حذرت منظمة الصحة العالمية من ان الناس في غزة يبيعون ممتلكاتهم للحصول على الغذاء في وقت اكدت فيه منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف ان اكثر من 80% من الاطفال في القطاع يعانون من فقر غذائي حال وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس ادهانوم غبريسوس في تدوينة له في حسابه على موقع التاصل الاجتماعي اكس ان هناك جوعا ومجاعة في غزة ولفت الى ان الناس يواجهون الجوع ويبيعون امتعتهم مقابل الغذاء مضيفا الاباء والامهات يجوعون حتى يتمكن اطفالهم من تناول الطعام وهذا الوضع كارثي على صحة الناس في قطاع غزة وشدد غبريسوس على ان الصراع المستمر منذ فترة طويلة حالة دون الوصول الى الغذاء المطلوب وغيره من المساعدات الانسانية المنقضة للحياة من جهتها افادت يونسيف في بيان ان تقديراتها تشير الى انه في الاسابيع المقبلة سوف يعاني ما لا يقل عن عشرة الاف طفل دون سن الخامسة وذلك من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم واضفت ان اكثر من 80% من الاطفال في غزة يعانون فقرا غذائيا حدا وذكرت ان هذه النتائج تشير الى ان جميع الاطفال دون الخامسة في قطاع غزة وعددهم 335 الف طفل معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحد وايضا الوفاة التي كان يمكن الوقاية منها لو لا استمرار تزايد خطر المجاعة وفي حين عدت يونسيف ان هذا الخطر غير مقبول وانه يأتي في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة انهيارا كاملا واكد غابريسوس في دعوة منظمة بامم دعوات منظمة الصحة العالمية وشركائها الى تحسين عاجل للامن الغذائي من خلال تسريع تدفق المساعدات الى غزة لوقف هذه المجاعة واستعادت الخدمات مثل الصحة والمياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة العامة وحذرت العديد من وكالات الامم المتحدة من خطر المجاعة الذي يخيم على غزة نتيجة الاوضاع المأساوية التي تواجه سكانه في ظل استمرار اسرائيل للشهر الثالث بشن حربها على القطاع وعرقلتها دخول المساعدات الانسانية الدولية حيث افاد تقرير لبرنامج اممي يرصد مستويات الجوع في العالم الخميس بان كل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة ويشهدون عدوانا اسرائيليا غشما منذ السابع من اكتبر الماضي سيواجهون مستوى عالي من عدم الامن الغذائي الحاد في الاسابيع الستة المقبلة وخطر مجاعة يتزايد يوميا وتوقع تقرير برنامج التصنيف المرحلي المتكامل للامن الغذائي ABC المدعوم من الامم المتحدة الذي يصنف مستويات الجوع من 1 الى 5 انه بحلول السبع من فبراير المقبل وفي السيناريو الاكثر ترجيحا سيكون سكان قطاع غزة جميعهم عند مستوى جوع يلامس الازمة او ما هو اسور وكشف التقرير ان هذه هي اعلى نسبة على الاطلاق من اشخاص يواجهون مستويات عالية من العدم الامن الغذائي وقامت ABC بتصنيفها مقارنة باي منطقة او بلد كما حذر التقرير من ان نحو 50% من سكان غزة يتوقع ان يدخلوا بحلول 7 فبراير مستوى الطوارئ الذي يشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة الوفية ايضا اشار التقرير الى ان واحدة على الاقل من كل اربع اسر اي اكثر من نصف مليون شخص ستواجه ظروفا كارثية في المستوى الخامس مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم 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 شكرا جزيلا لحضرتكم